صلاح يعالق على هدفه المذهل وكلوب يصرح من افضل من صنع المدالق محمد صلاح الهدف رقم 100 لزميلي ساديو ماني في الدور الانجليزية الممتاز لكرة القدم البريمير ليج كما احرز هدفا مذهلا واضاف روبارتو فارمينو ثلاثة اهدافا ليفوز الليفر بخمسية مقابل السفر على مضيف واتفورد السب وجه هدف صلاح حين كان مراقبا بثلاثة مدافعين من واتفورد لكنه لمس الكرة بطريقة فنية ليبتعد عنهم وراوغ غاثكارد قبل ان يجعله ينزلخ في الاتجاه الخاطئ وعاد اللعب المصري الى الخلف قليلا ثم اطلق تزديدة متقنة بقدمه اليسرى داخل الشبع وعن الهدف قال صلاح بعد المباراة عبر شبكة البيتي سبورتس الانجليزية اعتقد اننا اردنا ان لا نبدأ مثل ما حدث امام ماشيستر سيتي لذلك تحدثنا في غرفة الملابس عن بدء المباراة بشكل جيد وفعلنا ذلك وفيما اضاف جميع الاهدف مهمة للغاية لكن روبيرت فيرمنو قدم اداها رائعا بتسجيل الهاتريك واهناءه وكذلك سجل ساديو مانيو على الهدف الرابع وردا على هالهدف هو امام ماشيستر سيتي اجاب لمشاهد هدفي بعد ربما يكون هدفي في الستي افضل ولا اعلم ايهما افضل واكمل كنت في منطقة الجزاء وحاولوا ايجاد احدنا والتسجيل بمنفسي الامر يتعلق بالفريق وهذا هو الهم ورد اهال يمر بافضل فترات مسيرته فقال لا اعلم احيانا لاحظة بالتوفيق لتسجيل الاهداف لكنني احاول بنسبة مئة بالمئة لمساعدة الفريق في تلك اللحظة اثق بنفسي واسعيد الفريق على حزن النقاط وهذا هو الاكثر وهمية ومن جانبه اشهد المدرب ليفربول يورجين كلو بنجمه المصري وهدفه المذهل في شباك مضيف واتفور وقال المدرب الالماني صلاح في القمة كلنا نرى ذلك الان من افضل منه هناك نقاش كبير بذلك الشأن هذه الامور من اللاعب الافضل واضاف لسنا مطالبين بالحديث عما فعله رونالد وميسي للكرة العالمية او كيف استمرت هيمنتهما لكن حاليا لا يوجد من هو افضل من مصلاح وتم كلو بده كان حاسما جدا وتمريرة الهدف الاول كانت مذهلة ورائعة وهدفه كان استثنائيا وبذلك اصبح محمد صلاح افضل هدف افريقي في تاريخ الدور الانجليزي الممتاز متساويا مع ليفواري ديدي دروكبا برصيد 104 هدف كما انه سجل في ثماني مباريات متتالية لاول مرة مع الليفر ورفع الفوز رصيد ليفربول الى ثمانية عشر نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن تشيلس المتصدر الذي فاز بواحد لسفر على برينتفورد فيما يحتل واتفورد المركز السادس عشر برصيد سبعي نقاط المترجمات في القناة